كما نعرف الصين هي من بين الدول الذي عندها قانون من القوانين الأكثر صرامة ضد حيازة المخدرات ليس فقط في التجارة ففي بعض الأحيان لو تبت في واحد الوقت لو عندك أكثر من 50 قرام من أي نوع من المخدرات فقد تواجه حكومة الإعدام ولكن مع ذلك في 2010 لأن هناك منطقة في جنوب الصين الجنوب الغربي للصين محادة ميامار ويسمى المتلة الذهبي وهي المنطقة التي تعريف تجارة خاصة الهيروين قامت الصين في تلك المنطقة بزراعة سماح المزارعين بزراعة القنب الهندي الذي كان دار عليه البحث العلمي في الجامعات المحلية فتقريباً 51 ألف هكتار وهو عدد ضخم اللي بدأوا به ومن بعد تم تصريح في جوجة المقاطعة المقاطعة هي يلا بخوفانس هي الإقليم جوجة الأقاليم أخرى الآن في الصين هناك ثلاث أقاليم وهناك إمكانيات تطوير هذه الصناعة في مجالات أخرى في البداية كانوا يستخرجون منها الألياف والزيوت وبعد ذلك مروا الاستخدام الطبي لإستخراج منها أدوية وفي استعمال الطبي كدرعي المريض منذ 2010 واستخدامت في علاج سرطان وفي علاج أمراض أخرى أظن أن الجدل القائم في المغرب أنا صراحة لم أفهم هذا الجدل لماذا هناك جدل لأن المنع بدك طريقة مع العلم أنه موجود هو نوع من النفاق لا أظن أنه حل والناس الذين يعرضوا الآن هذا القانون الجديد هل يريدون أن يبقى الحال على ما هو عليه وأن يتم استخدام واحدة المقاربة أمنية من أجل حل هذه المشكلة لا أظن أن هذا هو حل يتوافق حتى مع القيم الكونية لحقوق الإنسان ولحقوق المزارعين في تلك المناطق أنا قمت بالزيارة للك المناطق وصراحة هي مناطق تحتاج لتنمية أكثر وتحتاج لأن أنا أظن تقنية كيف وإنشاء معامل ومع مواكبة مهم جداً مع أن تكون مواكبة على مستوى الجامعات ومراكز الأبحاث من أجل تطوير البحث العلمي في هذا المجال ومن أجل تطوير الصناعة ليستفيد منها من المزارعين إلى البلد دينا لتستفيد من هذا الزراع أكيد لو أثبتنا علمياً أن مثلاً أن الجودة المنتوج المغربي هي متفوقة لأن على حسب معلومة لي جودة المنتوج الصيني ليست مرتفعة جيداً لذلك البحث العلمي مهم جداً خاصة في هذه الضرفية الآن أن يكون هناك مواكبة من الباحثين ممكن يستخدم المغرب في الخبرة الصينية التي بدأت تقابل في عشران فطبعاً هنا هنا دائماً الأهمية ديال الشراكة التقافية والعلمية ما بين المغرب والصين وعن طريق إفادة المبعوثين هذه تأخذ وقت أكثر لأن تكوين الأطور وتكوين الباحثين يأخذ وقت أكثر فلا يجب أن ننتظر أن الصينيين سيأتون ويعطونا آخر ما عندهم تقنيات ولكن أظن يجب إفادة مبعوثين ليتابعوا دراستهم وأبحثهم في الصينيين